فيما يتعلق بضرب هذه القطارات هذا جزء من الأعمال السيبرانية التي تنوي الولايات المتحدة وإسرائيل القيام بها ضد إيران ولكن هذه إشارة إلى إيران بأن الولايات المتحدة وإسرائيل بإمكانها أن تسبب أضرارا أكثر من هذه الأضرار يعني هذه جزء إشارة لإيران بأننا مصممون على القيام بأعمال سيبرانية قد تكون أكبر بكثير من ما حصل حتى الآن أود أن أشير إلى ما حصل في عهد أوباما عندما كان بايدن نائبا له كان هناك طائرة بدون طيار في طريقها في منطقة الخليج استطاعت إيران بواسطة الأدوات الإلكترونية جلب تلك الطائرة إلى إيران آنذاك طلب البنتاجون من أوباما بأن يأمر بضرب هذه الطائرة قبل أن تصل إلى إيران ولكن أوباما آنذاك قال لا سامح لإيران بأن تصل الطائرة إليها سليمة وبذلك استطاعت إيران أن تؤمن إنتاج طائرات بدون طيار بواسطة تلك الطائرة في جميع الأحوال الأدوات الإلكترونية المتواجدة لدى إسرائيل هي متقدمة جدا وبإمكان إسرائيل أن تكون بأعمال كبيرة جدا ليس فقط على صعيد ضرب القطارات ولكن على أصعد أكثر بكثير مما حصل لكن لماذا اشتكت إسرائيل؟ إسرائيل اشتكت كثيرا قبل أيام قليلة في النيويورك تايمز في صحف الأوساط الإسرائيلية ليس لدينا المقدرة لا نستطيع ضرب عدد من المنشآت وغيرها من المنشآت النووية غير قادرين على الوصول طائرات الكيسي 46 لتزويد الوقود يعني قديمة عمرها أكثر من 50 سنة بحسب تصريحاتهم هم يعني لماذا يشتكون وفي جانب آخر من إسرائيل يقولون لا نحن لدينا الإمكانيات هل نحن أمام تمويه أمام خدعة في الإعلام للتجهيز لأمر ما أم ماذا؟ قد يكون هناك خدعة في هذه التصريحات ولكن ليس من السهل ضرب المواقع الاستراتيجية التي تبنى فيها القنابل النووية في إيران كما تعلم هي في عمق الجبال ويبدو بأن الطيران الأمريكي ليس لديه القدرة على حمل القنابل والصواريخ التي من شأنها ضرب هذه المواقع في إيران لأن الحمولة هي ثقيلة جدا ولذلك كما ذكرت في المقدمة إسرائيل تريد شراء طائرات بي ون لكي تستطيع حمل هذه الصواريخ وهذه المتفجرات واستعمالها ضد إيران تقصد طائرات البيتو البيتو عفوا ويبدو بأن هناك تردد في الولايات المتحدة حول هذا أمر ولكن دعني أضيف شيء مهم أنه في سنة 2016 أصدر الكونغرس الأمريكي قرارا قانونا طلب فيها أو ألزم فيها الإدارات الأمريكية القادمة بأن تعمل ما بوسعها لمساعدة إسرائيل من الناحية العسكرية للحفاظ على أمنها فإذن لا بد من أي إدارة تأتي إلى البيت العبيض أن تنفذ هذا القانون الأمريكي يعني الرئيس ليس بإمكانه القول بأننا لن نسمح ببيع أسلحة لإسرائيل لأن مجلس الشيوخ قرر ذلك والرئيس وقعه فإذن أصبح قانونا ملزما للإدارات الأمريكية بأن تساعد إسرائيل وكما نذكر جيداً آنذاك دفعت الولايات المتحدة حوالي 3.3 مليار دولار إلى إسرائيل والقانون يقضي بمساعدة عسكرية بقيمة 500 مليون دولار في السنة للحفاظ على الأمن النوعي السلاح النوعي لجيش الإسرائيلي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة